السلام عليكم اهلا وسهلا بكم محبي مسلسل عفك الخاطر الحلقة 8 ملخص احداث الحلقة تبدأ احداث الحلقة هبا تنتظر احمد ووفاء معها بيجي احمد وبيقول انه انا اجي تحكي لي عندك بتقول هبا لووفاء انتي احكي القصة وانه هاد حبيبك اللي قابلته بس وفاء بتعمل حالة انها ما بتعرفه للشاب وبصير هبا تترجاها لوفاء لحتى لتحكي لأحمد بس وفاء بتنكر وبتقول انتي كنتي معدتي بصير هبا تبكي وبتدعي على وفاء وأحمد وبتطلب من الله ياخد حقا منه وبتمشي عيسى بيكون عم يفتش السيارات وبتجي المحامية شيخات بتكون نسياني شهادي وبينظر عليها بنظرة اعجاب حصة بتاخد والدتا على الدكتور مشان بتاخد الادوي وبدر بيكون عمي راقب وبتدخل حصة والدتا لعند الدكتور بيشوف الدكتور حصة وبيعجب فيها كتير وبيطلع الدكتور مشان يحضر الادوي وبتلحقه حصة وبتعتزر منه على الكلام اللي حكته معه وبسامحة الدكتور ملك بتحكي مع جراح مشان يطالع هبا بيقول له اعطيني ميت الف مشان طالعه بتقول له ملك ان انا بعمل لخطة وبخليها تعطيك ميت الف وتطلع لحالها بيقول له جراح ما تدخل بامور الشركي ابو حسين بيعزم محمد على الكافي وبيشوف بنت حلوة كتير وبيعجب فيها محمد امينة بتسأل حصة طول الطريق وانت ساكتي فيك شي وبتسأل في حات حياتك داخله على حياتك بتقول له حصة لا حصة بتتصل ببدر وبتقول له اللي سويته اليوم ما راح سامحك عليه وبتقول له بدر بيقول له بدر اطلعت بتعرفي للدكتور بدر بيقول له طول مانك عايشي انت اللي بتقول حصة انت عندك كرت كان عندك كرت وانحرق وبتفصل التليفون بوجهه امينة بتسمع صراخ حصة وبتدخل عندها وبتقول له احكي شو عم يصير معيك فاطفضي لي وحكي لي كل شي عني هباب ترجع عالبيت وهي مزعوجي وعم تبكي تدخل نادية على غرف الصلاح وبتلاقي بيكون صلاح عم يبكي احمد قاعد لحال وعم يفكر باللي صار معه حصة بتحكي كل شي لامها وتحضنها امها وبتصير تبكي ريم جالسي لو احدا وبتكون عم تتفرج على صور صلاح وجراح بيفكر بيهباه عيسى بيرجع عالبيت وبتقول له حصة بدي احكي معك بموضوع بتقول له والدته روح كفاشي وبعد ما يروح عيسى بتقول له امينة لحصة انت مجنوني بديك تحكي لعيسى جراح بيبعت مسج لاهبة وبيقول له عم استناكي اليوم بالشركة منيرا تشكر الدكتور هادي على موقفه معها وبيصيره اصدقاء بدر بيستنى حصة بالكافي بتجي حصة وبتجي امها مع حصة وبصير تهدد بدر اذا بيضايق حصة راح تخلي يندم الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك على كل جديد ولانا دحكا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة